هلو اش لونكم؟ زي ما تعودنا دايما نعرف مصير فريدة وجمال وصمر دايما في الحلقة قبلها بيوم وتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل في الحلقة رقم 48 من مساسة الحيلة تابعوا لنهاية الفيديو لان المفادقة قوية جدا هروب فريدة بعد ما بتعرف ان 6 امينة دي عايزت باعها لواحد راجل اعمال ومعاه فلوس وهتهرب من البيت وتعالوا شوفوا الحيلة اللي هتعملها وتعال نشوف كمان جمال وصمر هيعملوا ايه؟ في البداية جمال بيلبس قميص وبيبقى القميص ده برضو جايبهاله فريدة وساعتها بيلاقي فيه رسالة والرسالة دي رسالة حب من فريدة كانت دايما متعودة تكتب له رسائل كده وتحطها له في الامصان بتاعتها اللي كانت دايما بتشتريها له وطبعا اول ما بيقرأ الرسالة دي وبيفتكر كلام ابوه ان فريدة يعني عاملة عصابة هي وامينة وكمان سليم وان هي خانسة وقبل كده مع سليم فبيخلع الاميص وبيقطعه وبيبقى منهار وبيلم كل الهدوم اللي كانت جايبها له فريدة وبيحطها في شنطة وبيبقى عايز يرميها وميلاقي بعد كده فريدة بتقول لسنت فيني فلوس عشان خاطر ارجعها للناس وازاي تقضي منهم فلوس ساعتها امينة هتقول لها فلوس ايه اللي انت عايز ترجعها يا حبيبتي خلاص الفلوس دي بتتصرف عليك ولا فاكرة يعني ان انت عايشة كده من غير فلوس مانا بصرف عليك في الاكل والشرب وبترفض انها تديها الفلوس عشان خاطر تروح ترجعها وفريدة بتسمع امينة قعدة مع الرجل اللي معاها ده تقريبا اسمه نفعت وبتقول له ان هي اللي بعتت الرسالة لجمال علشان خاطر قلبه يحن ويجي ياخد فريدة من هنا لانها ما بقتش عايزاها وطبعا بتتفاجئ فريدة بكده وبتسمعهم وهما بيتكلموا كمان عن رجل الاعمال اللي المفروض يسافر معاها والمفروض فريدة تروح له يعني عشان خاطر يتجوزها في السر ويحطها في المزرعة وبكده امينة تكون خلصت من فريدة خالص وطبعا طلعت لها بقرشين حلوين فريدة اول ما بتسمع كده بتتخض وبتتصدم وبتبقى مقررة ان هي عايزة تهرب من البيت بتعمل نفسها رايحة تشتري طلبات البيت رفعة بيقولها ان دي تعبين رايحة في نوعودي انا اللي هروح اجيب الحاجة وساعتها بتتدايق جدا وبتحس ان هي محبوسة وانهم عايزين يبعوها وبتبقى خايفة وبتدبر خطة والخطة دي ان هي بتروح تعمل القهوة الامينة وبتدهلها وبتقع القهوة على امينة يعني بتدلقها عليها امينة طبعا بتقوم بصرع علشان تخسل نفسها وساعتها فريدة بتجري وبتاخد المفتاح بتاع الشقة وكمان بتاخد الفلوس وبتخرج على طول وبتقفل كمان من برا على امينة وبتجري وبتاخد اول تاكسي وبتروح على طول على بيت عدنان علشان تقابل جمال بعد ما عرفت ان هم عايزين يبعوها للراجل ده وكانت خايفة وقفت التاكسي وراحت على البيت وفي نفس الاسناء كان جمال بيتكلم مع سمر وبيدبروا على موضوع اللي هم المفروض يشوفوا عالتها وسهل في البداية راح وقال لسمر هتجيبي عهدتك منين بقى يا شطرة واريبي بقى شطرتك ولا فاكرة علشان خاطر خلاص يعني ان كنتي لبست الخاتم بقيت منهم وبعتنسي عدنان ده اللي حرق اهلك يا طرح هتجيبي مين بقى وتعمليهم اهلك وهتبجيهم ازاي خاصة ان عدنان بيتكلم مع جمال ان هو عايز يشوف عالتك ويتكلم معاهم بخصوص موضوع الجواز واريش هطرتك بقى طبعا بتهزاها وبتطردوا من قوضة وبتقول لاخر كبارة لحد يشوفها بيقول لها انا مش هستنى ومش هسيب الجواز ده يتم على جستي يعني وبيسيبها وبيمشي وساعتها عدنان بيتكلم معاها عشان خاطر يتواصل مع اهلك سمر ويتقابلوا معاهم علشان خاطر موضوع الجواز لكن سمر طبعا لازم تطلع بحيلة وهي انها بتروح تعاية وبتقول ان باباها مش هيقدر ابدا ييجي من لندن علشان عنده شغل كتير وان هو معارض موضوع جوازها من جمال خاصة ان هو ما يعرفش مين جمال ده وان هي طبعا بتبقى متضايقة وزعلانة لكن امها هتحاول تقنع باباها وطبعا بتدري على الموضوع كده علشان خاطر ما يجيبوش سيرت اهلاها خالص بعد كده وجمال لما بيلاقي سمر متضايقة من موضوع الهدوم اللي بيبسها دايما اللي بتبقى فريدة جاي بها لها بلم الهدوم كلها بيقول لي سمر تعالي انا حولع في الهدوم قدام عينك علشان خاطر ترتاحي وتعرفين انا فعلا مش بفكر في فريدة واني شدها خلص من دماغي يا ستي وفعلا بياخد الهدوم بيروح يولع فيها في الجنينة وساعتها فريدة طبعا كانت في التاكسي وراحت على البيت هناك وبتشوف الهدوم بتاعتها بتولع قدامها وبتشوفه مندمج جدا مع سمر وبتحس بالقلم والحصرة لما بتفتكت ذكرياتها مع الهدوم دي اللي كانت جاي بها له وذكرياتها دايما معاه وانه دلوقتي مع سمر وانه خلاص حيتجوز حد تاني غيرها بتنهاره بتفضل تبكي وفي نفس الوقت امينة بتتصل برفعة وبتقوله تعالى بسرعة البنت هربت وقفلت علي الباب وبيجي رفعت وبيفتح الباب وبيني امينة بتقوله الحق البنت بسرعة اكيد راحت هناك عندي بيت عدنان يعني هي حتروح فين ملهاش مجال غير هناك روح بسرعة لحقها يلا ورجعها علشان خطر نبعها للرجل ده اللي عايز ياخدها ونبض منها وخلاص خلاص نخلص منها بيروح بسرعة رفعت وبيلاقيها هناك فعلا وبيكممها بقولها ايو هيتعملي اي صوت ويلا قدامي وبرجعها تاني يعيني لبيت امينة وحنشوف مصيرها هيكون ايه في الحلقات الجاية وبكده نكون حبيب يتكلمنا عن مصير جمال فايدة وصمر وسهيل وعرفنا اللي هيحصل لهم في الحلقة رقم 8 واربعين من مسلسل حيرة ممكن يغيروا بعض الاحداث ممكن ما يغيروش الله اعلم الفيديو بتاع بيخلص ويربي يكون للاعجاب نلاعجابكم استنوا باقي تسريبات المسلسل والمقاطع المميزة اللي فيه اشوفكم على خير باي باي